الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللي بتحاول باستماتة تجيب رعاية صهينة عالقيين في المغرب والمغرب ترفض إيه اللي حصل بسبب الوبا مجموعة من العالقيين الإسرائيليين إسرائيلي المزعومة موجودين في المغرب التصريحات دي خرجت من إذاعة جيش الاحتلال منذ قليل المترجم للإمارات العربية المتحدة واحدة من أضلع مثلث الشر والتطبيع مع الصهينة وبسقط القرن غني عن البيان طبعا اسمع ماذا قالت إذاعة جيش الاحتلال וכאן נכנסת לתמונה המדינה השלישית והיא ייחוד האמירויות מדינה ערבית חזקה במפרד שנמצאת בימים אלה בסכסוך עם מרוקו משמיצה אותה בקמפיין פוגעני ומתוכנן מלמעלה ללא הערף כנראה מחיר ההתקרבות של מרוקו לקטר אני מזכיר לך שבין ישראל לעבודאבי יש מגעים בלתי רשמיים אומנם והאמירויות אומרים לישראל גם לנו יש אזרחים תקועים שם בואו נאחד אותם נשלח מטוס ניקח את שתי הקבוצות ונמריא לאזור במטוס אחד לאמירויות יש 74 נושאים תקועים במרוקו הם מחמיצו את טיסת החילוץ שלהם שלקחה 180 אזרחים קודמים לפני כמה ימים ישראל כמובן מסכימה לסידור הזה זה פותר לבעיות כי טיסת טל על ישירה למרוקו אין יש התנגדות לזה מצידה מה עוד שייחוד האמירויות אמרו המימון עלינו זה מטוס שלנו גם הכסף הוא שكون ואז מתעוררת ממשלת מרוקו ואומרת להם הרויות תסלחו לנו את התאום המלא אתם עושים איתנו לא עם הישראלים אנחנו נמל הבית ומטילים וטו על הטיסה הזאת מרוקו מטילה וטו על הטיסה המשותפת על טיסה המשותפת בין איחוד האמירויות טיסה תחילוץ לישראל בעיה הזאת כאמור ג'קי עשרות ישראלים תקועים במרוקו איחוד האמירויות ביוזמה شאתם يفرسم البוקر نسيم להביא אותם بיחד עם الأزراخين שלהם بتيسا مشותפת مرוקו متيلة وتون تודה جيكي تודה في يوم طب بنفس الشهام المعروفة انت عارف عندنا ثلاثة من أشهم جمع الشه القادة العرب ابن زيد ابن سلمان والسيسي كما فعل السيسي سابقا بقلب كبير يتسع لكل العالم إلا الشعب المصري إلا الأشقاء المصريين آآ آآ أيضاً الإمارات قالت لحكومة جيش الاحتلال ولي منكم تهارة واحدة إحنا هنجيب نجيب العليقين بتاعكم في طيارتنا وإسرائيل وفقت نجيب كل اللي طالعين في طيارتنا وهم المغرب قالت لا 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 اتفاقيات شغالة وكأن ما فيش دولة وكأن ما فيش منظومة من غير ما حد ينسق معنا تبدونا خبر على أساس أن الأراضي المغربية دي تقريباً تحت سيطرة الحكومة المغربية تقريباً تقريباً يعني مش أكيد طبقاً لوجة نظر الإماراتية تقريباً دي آآ آآ دي أراضي مغربية لما يجلى منها أي بني آدم يحصل تنسيق إن أي طيارة تطلع أي حد طبيعي إنكوا تقولولنا مش الإمارات بتتعامل بشكل آآ الإمارات وإسرائيل واحد أتكلم عن الحكومة طبعاً وليس الشعب الإمارات وإسرائيل واحد بلا أدنى شك كن على يقين وأنت مطمئن وبطنك كل البطيخ الصيف والشتوي لكن مش معنى إنكم أنتم واحد إنكم تتصرفوا من غيرنا ها؟ ما يصحش قاعة الماضية بسبب الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الموضوع وصل لمشاهد غريب وصل لاتهام الإمارات بمحاولة تشويه رئيس الوزراء المغربي عن طريق لجانة إلكترونية بموقع تويتر تعرف طبعاً في لعب خبيث جداً وحقير جداً بيتم في تويتر وفيسبوك عن طريق الجيوش والدباب الإلكتروني السعودي على مصر الإمارات المغرب دلوقتي حديث كبير إنه اللي جاء الإلكترونية عاملة حاملة على رئيس الوزراء المغربي بتطعم فيه بكل الاتجاهات قصة بدأت لما ظهر رئيس الوزراء المغربي في البرلمان وتحدث عن الوباء شو ما تش رح سندير يا كونة بدا نسابت دي ده باش حم وقت جانس سابت ده منصو غير منصو حبيه نهائياً وليس هناك برلمان في العالم اللي كي يهضر رئيس حكومة دخلوا الكوريا الشمالية دخلوا الأعلى اليابان دخلوا فرنسا دخلوا لإسبانيا دخلوا للآخري نتقش ديوا المزايدة فيما لا شيء أفي ولكن هنا كانت مسافة الأمان را كافية وعندنا مئة عشرين وفاة مع الأسف الشديد ويمكن نقول لكم ونحن نتابع وجميع المواطنين كي تابعوا نحن إلا سمعنا بشي وفاة راح نعمل نسبة لنا را ايوم ايوم جنازان جنازان وإذا سمعنا بمواطنين تعافى وخرجمون مستشفى نحن عندنا يوم عيد بكل فراحة يوم عيد يويا نحن في كل يوم نشهد لحظات فرح ونشهد لحظات قارح مع الأسف الشديد وحزن كيف تتطور الموضوع؟ السعودية والموجودة في الإمارات العربية بثت هذا التقرير وإلى المغرب حيث أشعلت كمامة كورونا الخاصة برئيس الحكومة سعد الدين العثماني جلست البرلمان وأثارت الخلاف بس ليش؟ نشوف السبب في الفيديو خلونا نشرح لكم الفيديو اللي شفناه سريعا فرئيس الحكومة سعد الدين العثماني اتهم النواب بأنه خرق قرار الحضر الصحي وذلك بعدما ظهر في الجلسة وهو منزل كمامته وملابسها بشكل صحيح ليكون الوحيد اللي متجاهل ارتداء الكمامة رغم أنه على فكرة ارتداءها إجباري وفقا للقوانين الأخيرة في المغرب ومع العلم أنه هو نفسه اللي صادق على قوانين فرضت على أو فرضت على كل المواطنين ارتداء الكمامة أثناء الكلام في الأماكن العمومية كان لازم شوي التحبيش التقرير صاحبوا تويتات بتهاجم الوزير المغربي وإنه إخوان حكومة سعد العثماني تهتم بتمويل الجماعات الإخوانية في المملكة وتهمل شعبها في ظل الأزمة الكبيرة التي تمر بها المغرب يا سلام على عين الحنية والعطف العثماني تسبب بإحراج لجلالة الملك قد يكون هو الأصعب بعد عدم توفير المؤن والغذاء للشعب وانتشار الفوضى المغرب وصلت إلى مرحلة صعبة من الإهمال الحكومي في الرعاية بل تترسك كل الاتهمات في دعم الجماعات الإخوانية إمارات 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 المغرب للأسف تمر بأسوأ مرحلة في تاريخ المملكة بعد الانتشار المخيف للوباء وعدم إدراك الحكومة للموقف الخطير قامت المواقع المغربية خرجت لتتهم الإمارات صراحة بأنها وراء حملة الهجوم أنت عارف كان فيه صراع مكتوم طول الوقت استعرضنا قبل كده ومش وقته بالإمارات والمغرب كانوا بيحاولوا يحافظوا على شعرة معاولة شنت حسابات إماراتية على مواقع التواصل تويتر هجوم على الحكومة المغربية سعد الدين العثماني متعمين إياه بالتسبب في مال الشعب فيما رد نشاطها مغربة بالتضامن مع العثماني عبر أشتاج شكرا العثماني مما جعله يحتل المرتبة الأولى في التريند على تويتر حملة الهجوم على العثماني وحكومته شنتها حسابات إماراتية في وقت متزامن منذ أمس الاثنين وذلك بعد انتهاء مجلس النواب التي عرفت مساءلة رئيس الحكومة على التدابير اللقائية وهو ما اعتبره مصدر مقرم العثماني حملة تهجم مدبرة من طرف ما يعرف بالذباب الإلكتروني في الإمارات ريحة الدباب والجيوش الكترونية طلعت في كل حتة في العالم من أجل النيل وشيطانة العثماني ومعه المغرب ككل استعملت فيها مصطلحات الحملة متشابهة مع اختلاف في السياغة واكتمعت كلها على التهام بأنها تمول الجماعات الإخوانية وتهمل شعبها مستشار الحكومة المغربية تحدث على أن هجوم تويتر وراء لجان إلكترونية معروف مصدرها بكل تأكيد ظهر في الأول الأخير عدم الحسابات على موقع التواصل خصوصا الفيسبوك تحمل اسم الدكتور سعد الجيل عثماني خرق حساب أنشئ منتصف نهار اليوم وحيث وأنها حسابات مزيفة ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد فقد تم مرسلة مسؤولي فيسبوك من أجل حثفها ده نزار خيرون الموضوع تحول لهجوم متبادل قصف عبر تويتر وخرج نائب في البرلمان المغربي يهاجم السعودية والإمارات لا تعجبهم دموقراطية وتزعجهم الانتخابات وتفزحهم صور البرلمانات ويعشقون فقط لاستبداد والفرعونية العسكرية والسلالية إنهم المعيز والدباب الإلكتروني ولهذا أقول شكرا العثماني والمغرب لأنه رئيس حكومة منتخب اختار الشعب ويمكن له متى شاء اختيار غيره المغربة أيضا وجهه الاتهام أصاب الاتهام مباشرة للسعودية والإمارات قد نختلف معه لكن لنسنا جاحدين لقد أثبت أنه الأفضل لم يكن يوم قطيع أن يصل تسيره من طرف الخوانة والعبيد ولن نكون أبدا عاش المغرب حرا شريفا وضبتم خرفانا خوانة خاسئين الدنيا كل حالة وفاة جديدة جنازة عندنا وكل حالة شفاء يوم عيد بالنسبة لنا رئيس الحكومة المغربي العثماني يرسم الحزن على وجوه الناس ده وزير الخارجية الإماراتي لأنه من بعد كانت تأسس أول مصنع بسكويت في اليمن ألف سمائة وسبعين ألف سمائة وواحد وسبعين تأسس دولة الإمارات العرمان المتحدة قصف المغربي بشكل مضاد بعد حياة تهجم اللي حصل من الإمارات لن يعرف الرجل من تعتمد تعبير من خصال حميدة داني زر الخيرون بردو